السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف اشتوا معي هنا يملأ فيديو جاءتني الغلة البرقوق من الشجرة اللي عندنا في الجردة ولله الحمد والشكر هنا كما اشتوا الصراحة راتشوفوا الكمية الى ولكن من ندرت الطريقة هذه رابطة وفتلي حصلت على ثلاثة الشكيرات البرقوق المجفاف اللي كنخضروا به طوجنات ديالنا صدقوني راكي يجيط برقوق برقوق كما اشتوا معي هنا صفي هنا عزلت اللي خامج على اللي مزيان وغادي نغسله مزيان وغادي نخليه ينشفليه مزيان ومع الاخير غادي نديرو في الفران على درجة حرارة خمسين الى تمانين درجة مئوية من الفوق ومن التحت وغادي تبقاوا مع التحريك المستمر حتى تحصلوا على البرقوق اللي كنشوفوه اللي كيتبع صدقوني جربوا هالطريقة راكي يجي برقوق برقوق ومع التالي مني كنحصلوا على هذيك النتجة هذيك ذهنتوا بالزيت نباتية طبعا وهكا غادي تكوني في التالي حصلتي على ناتجة البرقوق اللي كنخضرو به طوجنا دينا نتمنى انكم تجربوا هالطريقة هذي صراحة هذي النوع دي البرقوق كي يجي صبح الله تقيل علينا في الماكلة ولكن عندنا واحدة لقونتية كبيرة او للانسان بغي دير شي حاجة بيود يضر فما عليك الا بها الطريقة ونتمنى ان هذي الفيديو تكونوا استفدتم منه ولو شوية شكرا على المساهدة مشاهدة عفوا ما تنساوليش حبيبتي دائما من لايكاتكم من تعالقكم اللي كنرح بها كيفما كانت ونخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله وشكرا لكم على حسن التتبع والمشاهدة شكرا لكم شكرا لكم